اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ومجلس ادارته معاودنا دايماً لما بيحصل كبوة النادي الاهلي ليه الف قومة النادي الاهلي بيقوم بسرعة النادي الاهلي بيرجع للانصارات وبيعود مرة تانية اقوى من الاول حق الناس انها تزعل وحق الناس انها تتدايق علشان النادي الاهلي هو لمعاود جمهوره دايماً على كل البطولات مش بطولات المحلية بس لا ده اعلى البطولات سواء البطولات القرية او كأس العالم للاندية عايز ارجع بحضراتكو للذاكرة في 2017 لما النادي الاهلي خسر دوري ابطال افريقيا في 2017 امام الترجي في المباراة اللي كانت في رادس وكانت الدنيا ظلمة وقتها كانت الناس متضايقة والناس زعلنة جداً وقتها بسرعة مجلس ادارة النادي الاهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب رجع الامور مرة اخرى واقوى من الاول وقدر يعمل سكواد قوي جداً يقدر يكسب كل المطولات بعدها وكابتن محمود الخطيب وانا متذكر في قناة الاهلي طلع في مداخلة وقتها واتكلم وقال هنبني فريق وهنجيب لعيبة ان شاء الله علشان الفترة اللي جاية هو ده اللي بيشتغل عليه مجلس ادارة النادي الاهلي